عشان نعمل روتين متكامل للبشرة الدهنية لازم نعمل ثلاث حاجات أول حاجة عندنا إن احنا نعمل تنظيف عميق للبشرة تاني حاجة عندنا إن احنا نعمل تأشير بوسيت مستمر للبشرة وطبقات الخلايا الميتة تالت حاجة إن احنا نعمل ترتيب مناسب للبشرة الدهنية بحيث إنه هو ينظم عندي إفراز الدهون إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن روتين بأفضل منتجات للبشرة الدهنية هيحقق معانا الثلاث خطوات اللي احنا اتكلمنا عنهم الروتين ده مناسب لو أنت بالفعل عندك حبوب هيساعدك في علاج الحبوب وهيناسب كمان للناس اللي هي بشرتها دهنية معرضة للحبوب اللي هي عادة تعمل وقاية من الحبوب الروتين ده هيساعدك على تنظيف المسام أول بول هيساعدك في التخلص من البصور السودة هيساعدك في إنك يحصل لك وقاية من أي حبوب جديدة ممكن تطلع لك كمان هيساعد إنه هو يعمل تجديد للبشرة ونضارة للبشرة وتأشير للبشرة بشكل دوري أنت مش هتحس بيه بإذن الله عمره هيخيب معاكي لإن نتائجك كويسة جدا جدا هيفرق في بشرتك ونجرد إن انت تبدأ فيه هتستمر عليه دايما بإذن الله أنا دكتورة منا السيد تابع معايا الفيديو الآخر عندنا في بشرتنا تحت الجلد في حاجة اسمها الغدد الدهنية الغدد الدهنية ليه بتفرز مادة اسمها السيبم السيبم دي هي الدهون اللي بتساعد عندنا على ترتيب الوش بتقوم التجعيد بتساعد على حماية الجلد من العوامل الخارجية لكن مع الوقت ممكن يحصل زيادة في إفراز الدهون أكتر طبعا بشرة بتققى معرضة للموضوع ده هي البشرة الدهنية زيادة إفراز الدهون عن الاحتياج بتاعها بيبدأ إنه يعمل لنا مشاكل إنه طبعا ده بيبدأ يجذب عندنا الأتربة من الجو وبيبدأ يعمل عندنا الوية كوميدون اللي ياله البصور البيضة بدأ تتحول بعد كده للبلاك كوميدون اللي يالبصور السودة اللي بعد كده لو حصل عليها أي انفكشن أو حاجة ممكن تبدأ تعمل لنا حب الشباب برضو مع قدر التعرض عندنا للشمس وزيرة إفراز الدهون دي بتبدأ عادة إنه يتوسع المسام ودي من أكتر المشاكل اللي بتضيع أصحاب البشرة الدهنية زي ما اتفقنا في بداية الفيديو إنه احنا هنعتمد في الروتين بتاعنا على ثلاث خطوات لأن أي خطوة من دول لو نقصت الروتين بتاع البشرة الدهنية مش يديك أحسن نتيجة أنت متوقعها وده هنحققه بالمنتجات اللي احنا نتكلم عنها النهاردة أول منتج معنا طبعا هيكون الغسول الغسول اللي أنا مختراه لكم هو بينضف البشرة جدا بيجدد الخلايا وكمان فيه مؤشرات بسيطة فبيعمل تقشير بسيط للبشرة بشكل يومي وهو قللك تستعمليه صح إزاي أنا هرشح لكم منتج عندنا في الصور المصري هو بالصراحة مش واخد حقه نهائيا المنتجات المستوردة اللي فيها نفس المكونات بتاعته أسعارها تقريبا 3 أو 4 أضعاف سعره الغسول اللي هتكلم عنه النهاردة هو غسول ماليندجل الحقيقة هو بيتكون من نوعين من الأحماض المؤشرة كمان معا مواد مرتبة أول أحماض عندنا هي أحماض الـ AHA أحماض الـ AHA دي مزيدها إن هي بتدي نظارة للبشرة بتجدد البشرة بتساعد على حماية البشرة من أثار الشمس بتقلل عندنا ندابات الحبوب بتساعد على تقليل التجعيب بتساعد على تفتيح البقع الدكنة تاني نوع أحماض عندنا هو أحماض الـ BHA الأحماض دي بقى هي المسؤولة عن تجديد الخلايا لأن الأحماض دي بتبدأ إن هي تكسر الروابط اللي موجودة عندنا بين خلايا وطبقات الجلد الميتة فتبدأ إن هي تأشرها يعني تخليها تبدأ تنفصل عن الجلد بتاعنا يعني الطبقات بقى الميتة اللي طلعت عندنا على سطحها الجلد تبدأ إن هي تتأشر بشكل مستمر كمان الأحماض دي بتساعد عندنا على الحماية من تهيج البشرة وبتساعد عندنا على الوقاية من حب الشباب وبتعرف تتعامل يعني بتساعد إن هي تعالج الحبوب النشطة المكونات اللي بعضك كده هي مكونات مرتبة وهي الصبدبار والبنسينول و كمان الجليسرين عازة اقولكم diagonal غسول ده قوي جدا لان فعلا لو انت بالفعل عندك حبوب ومشي علي روتين علاجي ان انت مثلا بتحطي كريمات او تحطي حاجة الغسول ده مناسب جدا لو انت عندك حبوب مناسب جدا لو انت بشوتك معارضة للحبوب مناسب جداكمان لو انت عندك الحبوب اللي ايه بتبقى صغيرة خالص اللي بتبقى طالع عندنا في الجبهة كمان هو من أنواع الغسول اللي مش بيستفز البشرة فيه أنواع غسول معينة مجرد أن ان انت بتستخدمها بتلاقي كمية حبوب طلعت رهيبة في الشك هو مش بيعمل النقطة دي هو بيعمل تأشير بسيط وبياخد راحته في التأشير من غير ما هو يستفز البشرة لأنه يتطلع كل حبوب اللي تحت الجلد لأنه طبعا دي بحاجة بتبقى بالداي وبتبقى محبطة وبتحسزك أن انت الروتين اللي انت ماشي فيه غلط هو مش فيه المشكلة دي تمام؟ طيب الغسول دي هنستعمله إزاي؟ هنستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل مش أكتر من مراتين يومين نهائي كمان بيتساب على البشرة من نص دقيقة لدقيقة علشان يبدأ أن الأحماض اللي فيه تبدأ تشتغل ويديكي تأثير كويس كده أول خطوة عندنا في الروتين وهي خطوة التنظيف بالغسول طيب لو إحنا مش عايشين في مصر والغسول ده مش متوفر عندنا لأنه غسول مصري إيه الغسول اللي أنا بغير شرح لكم بعده نجد تستخدمه هو غسول مستورة تابع شركة اللي هو إيفين كليننس وبرضه بنستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل وبنسيبه دقيقة على الوش وبعد كده بنشطفه الثاني خطوة عندنا في الروتين هي خطوة التنر أنا في الفيديو ده باختراركو تنر يعني من وجهة نظري هو أفضل تنر للبشرة الدهنية ونتيجه ممتازة جدا جدا وهو تابع شركة أسبانية اللي هي شركة بيل كلينك التنر ده اسمه بيل كلينك التنر ده مخصص للبشرة الدهنية أو البشرة ممكن كمان المختلطة الميلة للدهنية هو تنر قوي جدا وهقول لكم بقى المكونات بتاعته عشان نعرف هو بيعمل إيه في البشرة أول مكون عندنا هو مكون اسمه المنسول المنسول ده فعالة في النعناع المنسول ده بقى هو اللي بيخلي ريحة التنر ده ميلة للنعناع وهو على فكرة قوامه مائي ولونه كده مائل للون الأخضر المنسول ده بقى فكرته إيه؟ إنه هو بيشد المسام وبيقلل إفراز الدهون عايز أقول لكم لو أنتم عندكم مشكلة مسام واسعة اتفرجوا على التنر ده بجد من استخدام مثلا أسبوع لعشر تيام شوفوا الفرق اللي هيحصل في شكل المسام المسام هتتشد تماما وهتقل وهتلاقوا منظر البشرة بقى ناعم وما فيش فيه أي مسام فعلا من أفضل أنواع التنرات اللي بتأثر على المسام تأثير إيجابي وده كمان بقولك بخطوة التنر بس إن غير ما تتريدت تخديمي كريمات أو حاجة التنر ده لوحده بيشد المسام جدا وبيحسم من مظهرها وبينعم البشرة يبقى كده أول حاجة عندنا تاني حاجة عندنا مادة اسمها الألانتين المادة دي بتساعد على الترتيب وهي مادة مضادة للتجعيد فيه كمان مواد زي الشمر والزعتر والتركلوزان دي مواد مطهرة ومنقية ومضادة للبكتيريا وبتساعد على مقاومة الحبوب النشطة كده نتكلم على مادة الكاموميل ودي مادة طبعا بتستخدم فيه التفتيح وبتستخدم في النضارة والترتيب وتهديئة يعني إنها بتهدي الالتهابات أو إيح مرار في البشرة آخر مادة عندنا هي الهاماميلس ودي مادة برضو بتساعد على تقليل الالتهابات ومعالجة الحبوب احنا كده عارفنا المكونات بتاعته طيب التنر ده نستنى منه إلى ما نستخدمه زي ما قلتلكه هو بيساعد في علاج بيساعد فيه شد المسام بيقلل البصور السوداء بينظف المسام أول بأول كمان هو برضو من الحاجات اللي لو عندك حبوب بالفعل نشطة هيساعد إنه هو يقللها ويساعد فيه علاجها لإنه فيه عوامل مضادة للبكتيريا طيب التنر ده ليه عليه شوية ملاحظات أول حاجة هو شديد جدا أول ما انت هتحطيه على وشك عشان هو فيه تركيز عليه من المنسو هتحس إنه وشك فيه إحساس كده زي لسعة أخفف تأثيرها شوية فأنا لما أجي أستخدم التنر ده ما أستخدمهش مع الغسول مباشرة لأ يعني أنا أستخدم الغسول بعدين أستنى عشر دقايق وبعد كده أبدأ أستخدم التنر ده كمان لو أنا عندي بالفعل حبوب فيه البشرة يبقى أنا دلوقتي قلت التنر ده مناسب لعلاج الحبوب أستخدم قطنتين مختلفتين قطنة تكون عليها التنر أحطها على الحبوب بشكل موضوعي والقطنة التانية تبقى على الأماكن اللي ما فيهاش حبوب لكن لو أنت غلط جدا على فكرة مع أي تنر ومشارط التنر ده إن انت تبدأ تستخدميه وتحطيه على الحبوب وتوزع على باقي وشك ده ممكن يخلي أماكن ما فيهاش حبوب يطلع فيها حبوب وتلاقي الموضوع زاد عنتك فدي نقطة الحبوب يقاب شكل موضوعي البشرة لها قطنة الوحدة تالت حاجة التنر ده قوي جدا فمش بنستخدم منه كتير التنر ده بتستخدمي منه نقطتين بالكتير على قطنة وتمسح بها وشك كله ممنوع الإصراف في التنر ده لأنه قوي جدا آخر حاجة عندنا اللي هو غير مناسب لأشعاب البشرة الحساسة يعني لو بشرتك دهنية حساسة فهو مش مناسب لي كده إحنا خدنا خطوة التنر عندنا غسول بنسيبه دقيقة ونشطهه بنستنى عشر دقايق ونستخدم التنر نقطتين بس زي ما قلنا وبنستنىه برضه مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل آخر خطوة عندنا هي خطوة المرتب طبعا خطوة المرتب بيبقى لها كلام كتير قوي بالنسبة لبشرة دهنية وفي ناس كتير بتقول أنا مش بحب أرتب بشرتي أنا بحيث أن أنا بشرتي مرتبة نفسها بشكل طبيعي فالفكرة عندي في الترتيب أنه هو بيعمل يعني بيحدد عندك أفراز الدهون زي ما قلتلك لازم لازم أي حد عنده مشكلة البشرة الدهنية وزيرة أفراز الدهون أنه ياخد حاجة تنظم أفراز الدهون فأنا اخترتينك مرتب هو سعره كويس هو مرتب مصري قوامه خفيف جدا سرباه الجل مش بيطلع أي حبوب سدقيني أنه خفيف خالص بس تستخدميه بالطريقة اللي أنا هقولك عليها المرتب اللي أنا هتكلم عنه النهار هو مرتب سيبا كلار تابع شركة حياة المرتب ده سعره كويس حوالي 95 جنيه عبوة بتاعته حاجمه كويس جدا هتقعد معك كتير بصوا بقى أنا اخترت المرتب ده ليه بالذات المرتب ده فيه مكون اسمه النايا سينامايد النايا سينامايد دي أقوى مادة بيتتحكم عندك في أفراز الدهون كمان المادة دي في المكونات بتاعته طبعا مكونات مكونات كتير جدا المادة دي في المكونات بتاعته تقريبا ترتبها رقم 2 أو 3 يعني تركيزها عالي جدا أنا عايزكم تشوفوا الكريمات أي لسيون أو أي حاجة موجود فيه المادة دي ومستورة سعره كام مادة النايا سينامايد دي يا جماعة من أقوى المواد اللي هتساعد عندك على تنظيم الفراز الدهون ودي حاجة مهمة جدا للبشرة بالدهنية فده اللي خلاني أخطار المرتب ده غير طبعا قوامه اللي بيخليه خفيف جدا على البشرة ومش بيعمل عندك حبوب أو أي حاجة صدقوني خفيف جدا بس الفكرة أني انت بتستخدميش من النقطة دي يعني هي نقطة بس على الإيد ويبدأي أوزعيها هنا وهنا وهنا وابدأي امسحي بشرتك مش هيعمل عندك أي حبوب صدقيني بس استخدميه بكمية قليلة يعني هو فيه مكونات تانية زي زيت شجرة الشاي وخلاصة الصبار هو مكوناته ممتازة بس أنا حابيت يركز على المادة اللي أنا عايزها عشان تحقق لي رقم تلاتة في الروتين بتاعنا اللي هو تنظيم إفراز الدهون وبرضه هنستخدمه بكمية بسيطة مرةين في اليوم بعد التونر مرة الصبح ومرة بالليل وكمان الروتين سعره كويس الغسول تقريبا بحاجة وتسعين جنيه برضه المرتب بحاجة وتسعين جنيه التونر بصراحة أنا كنت بجيبه في أوفر بيبقى نازل واحد عليه واحد مجانا بيبقى تقريبا اللي تنع على بعض سعرهم ٢٢٠ فلو أنت كمان اخترت الأوقات اللي بيها عروسه السيدليات هتجيب الروتين ده بسعر أفضل بكثير إن شاء الله الروتين ده لو أنت مشيتي عليه هيعمل فرق رهيب في بشرتك صدقوني الروتين ده عمره مخيب معايا فعلا النتائج وممتازة جدا مع الجميع وزي ما قلتلكم عندك حبوب يعني معرضة لحبوب ما عادش عندك حبوب وعايزة تعملي وقايا فرصاتك الدهنية الزيادة وعايزة تحكيمي فيها المسام عندك واسعة وعايزة تبدأي تشدي المسام بتاعت بشرتك عايزة دايما بشرتك نضيفة ومنظر البصور مش مدايق كل الحاجات دي بإذن الرأي الروتين ده هيحققها شكرا لكم أتمنى يكون الفيديو قفاتكم يمشوا على الخطوات اللي احنا قلناها بإذن الله هتلاقوا فرق جميل جدا في بشرتك لو عايزين أي فيديو هتنكلم فيها الفترة الجاية ما تنسوش تقولولي فيه التعليقات ولو عجبكم المحتوى اللي أنا بقدمه ما تنسوش تعملوه وعجاب على الفيديو عشان يوصل لك بقدر ان الناس ويستفادوا وتشتركوا في القناة أشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جيد